موسيقى منذ عدة أشهر أخذت حادثة الشابة مريم أصداء كبيرة في العراق عبر منصات التواصل الاجتماعي بعضا سكب شاب رفضت الزواج منه مادة التزاب على وجهها وهي مادة كيميائية التي تشبه الأسيد في تركيبها مما تسبب بتشوهات لها في وجهها وجسدها قضية مريم لم تنتهي ولم تحسم رغم مرور أشهر عليها ومؤخرا عادت إلى السطح بعدما تناقل ناشطوا مواقع التواصل فيديو تحديدا يوثق تجمع مجموعة كبيرة من الناس قلنهم من عشرة مريم حول منزل الشاب المتهم ففي الأيام القليلة الماضية تصدر وسم أنقذ الأميرة مريم موقع تويتر من جديد حيث طالب من جديد المغردون بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة التي تسببت بحياة مأساوية لمريم حسب والدها الذي أكد أن مضي سبع أشهر منذ الحادثة لم تشفيها من التشوهات التي حصلت في جسمها أما والدة مريم في هذه الصورة فقالت أن كاميرات المراقبة صورت المجرم وهو ملثم ويسير في الشارع ومعه عصى مشددة على أنه لا أحد قبضة لحد الآن وناشدت هي وعائلة الضحية الجهات المختصة ومجلس القضاء الأعلى بالنظر بكل جدية في القضية وبحالة مريم كونها تمر في حالة حرجة جدا بالإضافة لمحاصرة منزل المتهم ما ضاعف من عودة هذه القضية إلى السطح الترندات في العراق كانت مشاهد عودة مريم إلى معحدها الدراسي بعد غياب طويل واستقبال زملائها لها بالأهزيج والأخضان نتابع موسيقى بهذه الأحداث المتتالية عاد وسم أنقذ الأميرة مريم إلى تصدر العراق مجددا وكان المغردون قد أطلقوا على مريم لقب الأميرة نظرا لقصتها الحزينة ولصغر سنها وعادت التغريدات تطالب بحق مريم من القضاء العراقي دعونا نقرأ إياكم بعض التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع ونبدأ من أراز الذي كتب في هذه التغريدة القصص العادل ارتكب الجريمة بترتيب مسبق أي سابق الأصول والإصرار والترصد ولولا لم يقتص من الجاني بأقصى عقوبة سنشاهد المزيد من يسمى حسابه بالعراق الحر قال لازم نوحد أصواتنا بالقصاص من الجاني أصحاب الحسابات العالية أملنا بكم لأنه إحنا أصواتنا شكد ما كتبنا ضعيفة عيش شعورها وراح تحس معنى الألم الحرقة أو الحرقة اللي بداخل روحها ما يعالجها إلا القصاص من الجاني طبعا تغريدة أخرى تعليق آخر من أحمد قال قوية وشجاعة وإصرارها تكمل أحلامها عظيم جدا ما استسلمتش رغم أن القضية راح عليها سبعة شهور والقاضي لم ينصفها وكل التعقيدات مريم قررت تطلع وتتكلم هي وأهلها ويحاربوا عشان حقها يرجع ضد جريمة وذكورية أيضا أخيرا التساءل هنا نضال أنا بس أريد أعرف قضاءنا شكت يتحرك اللي عرفنا أنه أكو قضية مرفوعة ضد الجاني المشكوك بي شوفوا لنا موضوع مريم قبل ما يحدرسوا على المخدة اليوم دعونا نتوسع في الحديث أكثر في هذا الموضوع مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من بغداد الصحفي علي السعدي سيد علي أهلا بك معنا إذن ما باتع يعرف الآن بقضية الأميرة مريم يتصدر الترندات مرة أخرى في العراق وعلى ما يبدو خارج العراق ما هي الحيثيات القضائية حتى اللحظة لهذا الملف وهل هناك تحقيقات ولا أين وصلت تحية لك عزيزة داليا وتحية لجمهورك الكريم وتحية كبيرة جدا للأميرة مريم لشجاعتها وقوتها وإصرارها على إدامة طموحها وتحقيق أحلامها بالخروج والحديث عن هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها ذئب بشري للأسف مارس هذه الجريمة ببحشية كبيرة لكن مريم لم تكن ضعيفة بل أثبتت أن المرة العراقية قوية وبالتالي تحدثت عن هذا الموضوع وخرجت للعلن بهذا الشكل الذي تسبب به هذا المجرم وشاهدت هي الأخرى شاهدت أن العراقيين كيف التفوا حولها وكيف الجميع اليوم وقبل قليل حضرتك أشرت لبعض التغريدات نماذج عن المؤازرة العراقية والمطالبة الشعبية بالقصاص من هذا المجرم وأيضا المطالبة من جميع المجرمين الذين يعنفون النساء وهي دعوة أخرى أيضا لإنهاء ظاهرة بدأت تستفحل بالسنوات الأخيرة ولا هي ظاهرة العنف الأسري وأيضا اضطهاد النساء بشكل مباشر في المجتمع العراقي ما المعرف حتى اللحظة سيد تعالي بموضوع قضية الأميرة مريم لأنه حتى اللحظة على ما يبدو بأن هناك كانت دعوات كما تبعنا في التغريدات إلى القاضي بمعنى أن هناك تحقيقات ليس كذلك هم تفاصيل أخرى متوفرة حتى اللحظة نعم مجلس القضاء الأعلى أيضا تحدث عن هناك متهمين اثنين في هذه القضية شخص الذي تقدم سابقا لخطبة مريم ورفضته وأيضا هناك شخص آخر يعني هو صديق لهذا الشخص الأول بالتالي الثنين متهمان الآن بالقيام بهذه الجريمة لكن هناك تحقيقات تجربة في سياق قضائي وإجراءات قضائية هي أشبه ما تكون روتينية وهذا أمر طبيعي لأن نصل إلى دليل إثبات على أن هذا هو الشخص المجرم فقط فربما تكون هذا مجرم وهناك من خطط معه ومن سهل له أمر ومن تابع له المنطقة وراقب لأن يعرف توقيت تنفيذ هذه الجريمة اختيار هذا التوقيت يعني يكشف لنا أن هناك خطة مسبقة معدة وهناك مراقبة للمنزل بحيث والد مريم ووالدة مريم كانوا خارج البيت وبالتالي نفذ جريمته في هذا التوقيت المدروس جيدا اليوم الأصوات ترتفع طرن المقاطع سيد علي للقصص العادل هناك فيديوهات انتشرت تقول بأن هناك مجموع من الأشخاص هم من حاصروا منزل الجاني هم من عشيرة مريم هل تم التأكد من هذه المعلومات هل هي مؤكدة نعم هذه معلومة مؤكدة هناك مجموعة من العشيرة التي تنتمي لها مريم وهذا يعني دليل آخر على أنه حتى العرف العشائري في العراق هو مع انصاف المرأة وضد هذا الانتهاك الخطير للمرأة العراقية وبالتالي كان موقفا مشرفا لهذه الجموع التي خرجت لمساندة مريم من أمام منزلها وأيضا من المعلومة الدقيقة أنه كان من أمام منزل مريم وليس من أمام منزل الشخص المتهم لأن عشيرة مريم أيضا تنتظر نتائج التحقيقات القضائية لكي يكون القصاص قصاصا عادلا هذه المرة كل تأكيد سنكون في متابعة لهذه القضية شكرا لك على المشاركة معنا الصحفي علي سعدي كنت معنا من بغداد